شهدت منصة منتدى شباب العالم جلسة حول أبعاد تغيرات المناخية بتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وتناولت الجلسة تدعية سلبية للتغيرات المناخية من الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ما أدى إلى مزيد من التداخل والتعقيد للظاهرة ونتج عنه تفاقم الأثار السلبية لتغير المناخية سبيل المثال لو بناخد حرب روسيا الأوكرانية مش بس رفعت مستوى البصمة الكربونية لكن من جانب آخر أيضا عندنا مشاكل متعلقة بأنها أثرت تدعياتها على الجانب العلمي اللي كان بتتشارك روسيا مع بعض الدول الأوروبية فيما تعلق بالقطب الشمالي أثرت أيضا على التنوع البيولوجي اللي موجود في هذه البيئة وما إلى ذلك لكن أيضا بدأ يبقى فيه اتجاه لمسألة دور الجيوش في الحروب الزاي الألة العسكرية بدأت أيضا تساهم في زيادة أو رفع مؤشرات هذه الانبعاثات وفي حيات الأمر واضح أنه مفيش اتجاه حاسم لهذه المسألة أغلب الدرسات بتجمع أنه فيه قصة سلبي للتغير المناخي على سواء النمو الاقتصادي أو على القطاع المالي والقطاع المصافي أو القطاع الأسواء المالية لو هنتكلم على الجنب الاقتصادي هنتكلم أن بعض الدراسات قالت أن لو إحنا في تطميرنا في اتفاع درجات الحرارة بالشكل المزمع اللي هي بترتفع به هنقدر أنه نخسر حوالي 7% من الدخل الحقيقي للفرد بحلول عام 2100 التغيرات المناخية ممكن تأثر على استقرار الدول لما بيحصل تغيرات مناخية إزاي ده ممكن يكون هدف للجماعات المتطرفة أنها تحد من المصداقية بتاعة الحكومات الصراعات اللي ممكن تحصل ما بين الدول نتيجة التغيرات المناخية اتكلمت على الجدل ما بين الدول المتقدمة اللي بتؤدي إلى انبعاثات كربونية كبيرة والدول النمية اللي هي المطلوبة منها أنها تتحمل الأعباء دي كلها في ضوء كمان حدود التمويل المتاح جلسة النهاردة كانت غاية في الأهمية لأن هي تناولت أبعاد قضايا تغيرات المناخية المختلفة مش بس البيئية والفنية زي ما أغلب المحللين بيركزوا لا بس اتكلمت كمان عن أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأمنية وسياسية وبالتالي فهي وضعت الصورة بشكل أشمل وأعمق قدتنا لسكوب العريض للتعامل مع قضايا تغيرات المناخية لأننا لو فهمت الأبعاد هقدر أفهم إزاي يتعامل التعامل مش بس أمني ومش بس خفض الكربون لا التعامل أعمق من كده بكتير التعامل لازم يصل لكل الأبعاد اللي احنا أشارنا إليها شكرا شكرا